اشتركوا في القناة لأول مرة أدخل هذا العالم السياسي بعدما رفضت الدخول مع بعض الأحزاب مع كل احترام لهم وجدت في الاتحاد الوطني الحر جدية في بعض مشاريع بالجهة وتعهد رئيس الحزب السيد سليم الرياحي بمد يده إلى ولاية الكاف والاستثمار فيها أطلب من أهالي الجهة الاستجابة لهذا الحزب الوطني الحر الاتحاد الوطني الحر لأنه جد فيما يقوله ورئيس تموح يراهن على الشباب وعهدت نفسي على الدفاع على المبادئ الاتحاد الوطني الحر ولأنني فرد من عائلاتكم ورئيس الحزب جد في تعهداته تأهيله ووقع الاتحاد الوطني الحر على برنامج تأهيل القطاع الصحي العموم والتقليص من الفوارق الجهوية في مجال عرض الخدمات الصحية تمكين الأطباء من قطاع عين العام والخاص من امتيازات مالية وجبائية للتشجيع على الاشتغال والانتصاب بالولايات الداخلية. فيما يخص الإرهاب مقاومة الإرهاب بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مقاربة أمنية واستعلاماتية جديدة لدحر الظاهرة مقاربة ثقافية ودينية وعقدية أمن المواطن خط أحمر قبل الاقتصاد وقبل كل شيء بالنسبة للاتحاد الوطني الحر التهريب أولوية الحزب والحزب يتعاهد بالترفيع في قيمة المساعدات المالية الشهرية لعائلات المعزة لتصل 300 دينار بالنسبة للمشروع سيرتا يتعاهد الاتحاد الوطني الحر إحداث مصنع المواد التنظيف والتجميل بشراكة مع مستثمر من أوروبا الشرقية بكل فجملية تناهز 60 مليون دينار لإحداث 1200 موطن شغل سيعنى هذا المشروع في زيارته إلى الكيف السيد الرئيس الحزب السيد سليم الرياحي ويهدف هذا الاستثمار إلى استغلال الموقع الجغرافي لمدينة الكيف لقربها الحدود الجزائرية حيث سيستهدف هذا المشروع الحرفاء من ولاية الشرقية الجزائرية وكذلك بالتونس وسيقع تحويل تجويل إلى قطب وطني صناعي المواد البناء الإنشائية لأن الحجارة الرخمية، المواد الطينية، الرمال الصناعية، الحجارة الكلسية، الجبس، المواد الأولي لصناعة إسمنت وأحداث مستشفى جامعي وكلية الطب بالجهة ولأن هذا الحزب الاتحاد الوطني الحر جاد فيما يقوله